واحد اسمه ترافيس داخل الاوضة بتاعته في الفندق لقى فيها واحدة وجزهة من اوكرانيا يرحبوا بيه ويجوا يعزموا على كاس يقول لهم لا انتوا كده جيتوا في ملعبي يطلع من شنطته مشروب سائع ويشربوا كلهم ويقول فيكتور لترافيس حبيبتي دي اتعرفت عليها من مالها في لاس فيجاز استنى اديك الكارت يروح لمراته انكا يسألها يلاقيها اغمى عليها واترفز عمل فيهم مقلب وخدرهم وهو شغال السفحين اللي بيتجروا في البشر الفقرة الجزء ده احداثه بتحصل في لاس فيجاز مش اوكرانيا الجزء الاول والتاني حصل في اوكرانيا وهسيب لك الرابط بتاعهم في الوصف سكوت هيتجوز حبيبته ايمي بعد شوية وقرر يخرج مع صاحبه كارتر لحفلة توديع العزوبية كارتر كان مصاحب ايمي من ايام الجامعة بس هي ثابته واختارت سكوت يقول لها ما تخفيش على سكوت معايا احنا كده كده هنلعب تينيس بس يمشوا من هنا يقول له كارتر انسى بقى التينيس والكلام ده كله وتعالى ادلعك على طريقتي في لاس فيجاز المنظمة اللي بيتجر في البشر مكانها زي السجن يسحى فيكتور يلاقي نفسه محبوس والحراس خدوا مراته انكا وعمالين يكهربوها وراح سكوت قابل كل صحابه مايك وجاستين اللي بيعرج ويحتفلوا كلهم معاه مايك يقول لسكوت اخ بحاجة تعملها انك تتجوز الجواز ده زي الجحيم بالضبط لازم تبقى حر تقابل دي ودي وتعيش حياتك عملين يلعبو جاستين خسران يقول لهم لاس فيجاز مدينة الظلام بنيجي هنا عشان نفسد وبنضيع عمرنا وفلوسنا كمان ويلاحظ كارتر بنتين بيبصوا عليهم كندرا ونيكي يتعرفوا عليهم واسألهم كارتر لو يعرفوا مكان ممتع يروحوه يقولوا لهم في مكان جميل بس بقيت شوية ومرعبها هتخافوا ولا هتروحوا راحوا ركبين مع سواق تاكسي غريب يقولوا كارتر ما توطي الصوت عشان نعرف نتكلم يوطي درجة واحدة بس وصلهم المكان الغريب يخبطوا ويفتح لهم الحارس يقولوا له انهم تابع نيكي وكندرا يدخلوا وباصص لهم بغرابة وهما ماشيين تيجي لسكوت مكلمة من حبيبته ايمي وصحابه يسيبوه يمشو يتطمن عليها ويقول لها ما تخفيش كل حاجة تحت السيطرة ما يقفل يلاقي صحابه كلهم اختفوا ويلقي باب غريب جنبه ولما يخبط عليه تيهجم عليه وطلع كل ده مقلب من صاحبه كارتر تروح واحدة تتعرف على جاستين اول لما يوريها اعاقته تمشي بسرعة ويعيني مش لقي الحب الحقيقي ولا حتى الحب من اول نظرة تجي له نيكي تعجب بيه وتسيب له بطاقتها الشخصية وعمال كارتر يحتفل مع كندرا لما تحاول تقرب له يرفض لانه وعد مراته المستقبلية ايمي انه مش هيعمل حاجة غلط يجي لهم مايك ونيكي ويحس سكوت باغماء وعايز يروح يشم هوى يخرج بره يرجع بسبب المشروب مش قادر يمسك نفسه لانه بقاله فترة مش بيشرب قبل كده يلاحظ ان السواق الغريب لسه موجود يروح سكوت يخبط على الباب محدش يفتح له يجي عليه السواق الغريب والسرعة ما لا بتراش واغمى عليه يسحى يلاقي نفسه في البيت مع صحابه وكارتر عمل له معصير كمان يقول له السواق لما لقاك اغمى عليك وصلك لهنا يسألهم عن مايك يقول له جاستن هتلاقي رحم معانيك من الكازينو مبارح شوية وهتلاقي جه يرين عليه سكوت تلفونه مقفول والصراحة سكوت اتخطف ومحبوس في زنزانة المتجرب البشر وفاكر انه مقلب من صحابه يقول له فيكتور مبروك احنا هموت هنا يجي الحراس يكهربوه ويروحوا ياخدوا مايك بالعافية عمال يقول لهم انا ما عملتش حاجة سيبوني خدوا لي معمل غريب ويحطوه على كرسي التعذيب يقول لهم هتفعلكم اللي انتو عايزينه بس سيبوني يقول له الحارس تمنك الدفع يا حلو الجزء ده بقى بيعمله ريهان على الضحايا بيتنبأوا ازاي هيتم تعذبهم وازاي هيموتوا والفايز يكسب الفلوس زعيم الجماعة جين تلمان وبيحب شغله جدا دخل الدكتور الغريب على مايك والناس بتتوقع انه هيموت بالشينيور يروح الدكتور يجيب ويش ويحدد المعالم على مايك ولما يقرب عليه بالشينيور مايك يتف عليه يتداي الدكتور جدا ويقرر يتبع طريقة اكثر تعذيبا يجيب سكينة صغيرة ويه قطع ويش مايك والحفلة خلست سكوت الان جدا عليه يطمنه كارتر ويقول له لاس فيجاز بتسحر العقل سيبوه يعيش زي ما هو عايز وكده كده هيرجع لنا تاني يقول جاستن معايا الكارت بتاع نيكي هعرف اتتبع بيتها راحوا المنطقة ويخبطوا محدش يرد يكسر سكوت الشباك ويدخل هو وكارتر ويسيبه جاستن برا للحراسة ولما يدخلوا تهجم عليهم كيندرا يقول لها سكوت احنا بندور على مايك اسألي نيكي عليه تقول له ان المشكلة ان نيكي كمان اختفت ترافز بيختار لها لبس عشان يكون الاخير لها في الحياة يقول لها انت اجمل واحدة هتموت ويلبسوها ويعلقوها ويربطوها يجي لها الدكتور السفاح بس بيحب الصراصير قوي والاغنية فرحنين جدا ومتحمسين يضلق عليها الصراصير وتموت موتة محدش يحسد عليها يروح سكوت وصحابه للكازينو هناك ويسألوا عن نيكي ومايك وتقول كيندرا وانا اعرف منين ان صاحبكم ما خطفهاش يطمنها سكوت ويقول لها مايك ما يعرفش ازي نملة راح ترافز على جثة نيكي ويقول لها سبحان الله جميلة وانت ميتة وجميلة وانت حية ياخد لها صورة اخيرة عشان يبعثها لسكوت وصحابه ويستدرجهم وصلوا الكازينو وينزلوا يدوروا على صاحبهم يلاقي جاستن رسالة ما بعتاله من مايك انه كويس وراح يتعلين هما هو ونيكي يروح جاستن يبعث له يقول له طب انت فين يبعث لهم لوكيشن في فندق غرفة رقم تسعة وكمان صورة نيكي عشان يطمنهم واحداثيات المكان هي مدينة فيرمونت عرفاها كيندرا يركبوا ويروحوا هناك قرر جاستن يستنى هو برا وهما يروحوا يجبوه ويجوا بسرعة يمشوا يروحوا يدخلوا الفندق وطلعوا الغرفة ملاقوش حاجة غير رسالة من مايك انه خرج معانيك ولازم يستنوه لحدا مايرجع ولما يروح كارتر يبص في المراية الحراس يهجموا عليه ويخطفوهم ينزل جاستن يشوفهم هما اتأخروا ليه يجي له ترافز ويقول له صاحبك مايك عايز يشوفك يستغرب جاستن ويقول له طب استنى رنا عليه يهجموا على بعض وينجح ترافز يهزموا صحي ومحبوسين كالعادة طوق غريب على رقابتهم ويقول لهم فيكتور لو حد فيكم متجوز مبروك مراتتكم هتبقى ارامل وييجي الحراس ياخده جاستن عمال سكوت يزعق لهم ويروح كارتر ينادي على الحارس والمفاجأة انه طلع هو كمان بينتمي لنادي الصيد بتاع البشر من الوشم بتاع ايده يحرروا الحارس ويجي سكوت يخرج يرفض ويقول له كارتر مبروك انت في نادي الصيد العالي وانت الصيدة بتاعتنا يروح كارتر يقابل الزعيم يقول له الزعيم على فكرة يا كارتر انت كلفتني فلوس كتير جدا عشان اوقع صحابك دول كلهم عند اكتراح لازم ناخدهم كلهم من موتهم في اللعبة ودي هتكون هداية منك يا كارتر تعويضا للخسائر ويوافق لانه كده كده هم صحاب سكوت اكتر من هم صحابه وهي مش فرقة يعني يستغرب الزعيم من برود قلب كارتر على اساس انه هو الملك يعني يشرب كارتر ويمشي الزعيم ويتفرج كارتر على اول واحد من صحابه هيموت وهو جاستن الناس متحمسة كالعادة والغاز ملى المكان ويتجيله واحدة باقناع غريب عايزة تلعب معه شوية بس على طريقتها خلصت عليه وكارتر ولا فرق معاه خالص قاعد سكوت مصدوم من صاحبه كارتر وعمره متوقع الغدر منه يجيله الحارس لما يرفض يخضو بالعافية ويكهربوه ويلبسوه بدلة العريس بالعافية وهيعملوله فرح بس عداية دخل على كرسي التعذيب وتقفل عليه وما فيش مخرج ليه ادوات التعذيب كلها حواليه على انواعها واللي هيعذبه هو صاحبه المقرب كارتر كل ده عملوا فيه لانه بيحب حبيبته ايمي ولازم يموته عشان ينفرد هو بحبها ويتهم كارتر اسكوت انه هو اللي سرقها منه بس زعيم الجماعة محضر له مفاجأة وحرر اسكوت والدور معرك نجح اسكوت يهزم كارتر ويقطع منه الوشم بتاعه ويهرب ويروح الحارس لفيكتور يكهربو بسبب زعيقه بس فيكتور محضر له مفاجأة جات جلده وحطه على ايده وخد سلاح الكهرباء وموت الحارس وسكوت مستقبي يحس بحركة حواليه نجح يموت الحارس والحارس التاني ولا هو هنا بيتفرج على افلام اكشن ولكن يهجي معلي فيكتور ويعيشه في الاكشن يهرب بسرعة ويجري الحارس وراه لقى فيكتور فاس وراح على مكان الكهرباء وراح اسكوت يدور على تليفونه وعمال فيكتور يبوز في الكهرباء عس بيه الحارس والكهرباء قطعت في المكان كله هجم فيكتور على الحارس والحارس هو كمان موته لقى سكوت تليفونه ويروح يكلم الشرطة ويحدده مكانه ويوصلوله لما يسمع ترافز يروح ما يلاقيهوش يقرر يكلم الزعيم اللي راح لكل اعضاء النادي الاغنية انهم لازم يمشوا فورا ويقول ترافز ليه هنعمل ايه يقول له الزعيم موت الكل ما تسبش اي حد كدليل او شاهد علينا لقى سكوت سلاح الحارس ويروح بسرعة يحرر كندرا ولما يجوا يهربوا جه ترافز ويهجم عليها وقتل كندرا وراح الزعيم يشغل التفجير الذاتي في المكان ويروح يهرب بسرعة ولما يركب العربية لسه كارتر حي ويهجم عليه انتقاما منه موته وراح سكوت يستخبه ولكن ترافز برضو جاله والدور معركة نجح سكوت يقتله بعكاز جاستن راح كارتر ياخد جسد الزعيم ويحطها على حديد ممر العربية عشان الباب يفتح وخرج سكوت ولسه الباب مفتوح يجري بسرعة عشان يهرب يسبقه كارتر وينزل يقفل عليه الباب وعمال سكوت يجري عشان يلحقه ولكن نجح كارتر وحبسه جوه كل ده عشان ياخد حبيبته منه الصحاب لو في وسطهم جات سيت ممكن يخسروا بعض فعلا انفجر المبنى راح كارتر لإيمي برفاة سكوت ويقولها على فكرة ده كان بيحبك قوي وانا بحمل نفس المسئولية عشان انا اللي خدته لاس فيجاس تقوله ما تقولش كده ويحضنها ويقولها ما تخفيش انا مش هسيبك خالص ولما تروح تجيب له المشروب تهجم عليه ولسه سكوت حي بس عنده شوية حروق ياخد كارتر يربطه عشان يعزبه اختار المنشار وقتله بعد رحلة طويلة في جماعة السفحين الأغنية اللي بيختفوا الفقرة عشان يستمتعوا بتعزبهم وقتلهم كان ده آخر جزء من سلسلة هوستل رابط كل الأجزاء هسيبهولك في الوصف